فعملية الميكانة دي مهمة أوي يصاحب على الحقيقة أنا يعني بتصور أن كان فيه لقاء مهم عمله رئيس مجلس الوزراء مع وزيرة التضامن ومجموعة من الوزراء لمراجعة برنامج تكافل وكرامة وبرنامج تكافل وكرامة هو برنامج يعني إحنا بنستفيد به من تجربة البرازيل فيه ما يتعلق بالدعم النقدي المشروط اللي هو أننا أدي للأسر الفقيرة وللمرأة بالذات لأنها الأقصر قدرة أنها تدي لولادها المكاسب أدي للأسر الفقيرة دعم نقدي بس مشروط مشروط بإيه؟ مشروط بأن المرأة يعني يبقى فيه استدامة لولادها في المدارس وأنها تبقى فيه استدامة في تأمين ولادها صحيا يعني بحيث أنها تبقى فيه مراجعة صحية للولاد دول فأنا أضمن أن الأسر دي أن طبعا أنا عندي نسب تصرب من التعليم عليه جدا وهذا التصرب الحقيقة ضد طبعا اتجاه الدولة أن هي تعمل نهضة اقتصادية ونموه اقتصادي لأن أنا بفرخ للجهل وبفرخ لعملية أن أنا الشباب عندي يتم تهميشه وعدم استخدامه لاستخدام الاقتصادي كسر وبشرية أنا مش قادر أستغلها لاستغلال الأمثل وبالتالي تكافل وكرامة بيحاول الاستفادة من تجربة البرازيل طبعا التقييم اللي حصل وأن الوزارة مع رئيس مجلس الوزراء يتبنوا اتجاه أن احنا عايزين أننا نخرج إلى إطار التمكين الاقتصادي للفقراء والتحول إلى الإنتاج بدلا من مد الإيد والحصول على دعم بالنسبة للفقراء عددها بيقدر بكم يا دكتور؟ الأسر اللي بتستفيد بتوصل تقريباً لتسعة ونص مليون تسعة ونص مليون يعني تسعة ونص مليون شخص بعدد أسر احنا متوسط الأسرة عندنا خمسة فبتبقى تقريباً في حدود اتنين ونص تقريباً أو اتنين واثنين من عشرة يعني قربنا على خمسين مليون أسرة بتضرب لأ اتنين مليون أسرة بتضربها في خمسة فبتطلع تقريباً أرجل عشرة أو تسعة ونص مليون المستفيدين من هذا الدعم طبعاً بمبالغ كبيرة يعني برضو أنت بتنفق مبالغ كبيرة فلما تيجي تسأل هتبس لقي مثلاً انزل اسأل على تكافل وكرم هتلاقي في ناس يعني مبسوطين منه لكن في ناس كتير تقول لك لا والله ده بيروح لغير مستحقي وده بقى بيحتاج لمتابعة برضو لما تيجي تقول أن أنا شريكي في التقييم إذا كانوا الأطفال دول بيروحوا مدارس ولا بيستفيدوا بالخدمات الصحية أنا شريكي وزارة التربية والتعليم طب يا جماعة ما هي وزارة التربية والتعليم هي اللي بتطلع إحصاءات غير سليمة على انتظام الطلبة في المدارس الفكرة دي بقى دكتور فكرة مهمة فكرة اختلاف الأرقام وقعدة البيانات اللي هي المفروض تكون سليمة بالصد ولازم بفيه مراجعات وطلع كارت موحد دقيق لا الكارت بقى حيقضي على ده إزاي بقى دكتور عايزة فهمها لأنه أنا دلوقتي الكارت الموحدة هيبقى إيه؟ هيبقى دلوقتي كل شخص معروف هو بيستفيد من إيه؟ بكل خدمات الدولة ومتوصفة حالته وبالتالي حالته دي لما هيبقى متوصفة وكمان معروف هو يعني زي كده ما بتدخل البنك بيروح واخد الرقم القاومي بتاعك بيحطوا بيطلع حسابتك كلها هل كليك رقم واحد بنك؟ بالضبط وبالتالي هو لما هيروح في كل حتة هيتم استخدام الرقم ده هو رقم واحد مقدارش بقى أي حد من المستفيدين ببرنامج يعني مثلا كان أحد المشكلات بتاعة تكافل والكرمة إن فيه أسر بتستفيد من مبالغ مع التضامن الاجتماعي يعني بتستفيد من مبالغ لأنها عندها ظروف أسرية لا تسمح لها أنها تقدر تربي أولادها فكانوا بيروحوا للتضامن الاجتماعي كانوا بيصرف لهم مثلا في الشهر مبلغ معين ففيه دوبليكيشن يعني فيه مثلا ناس بتاخد ده وبتاخد ده لكن لما هيبقى فيه كارت موحدة هيبقى معروف بأننا خط ده لما جي أقدم لحاجة تانية لأ حيبان على طول أننا مستفيد بخدمة معينة أعتقد الإنسان اللي هو المستفيد بشكل غير رسمي أو غير منطقي أو المخالف ما أعتقدش أنه هيروح بقى لقصة الكارت لا هو كله هيروح بس شوف هقولك حاجة إحنا مهانا ممكن يتكشف لغا ماشي بالشكل الدقيق مهانا مهانا يتكشف ما إحنا عشان نتفطم من حتة الدولة الراعية وإننا مش عايزين نشتغل وعايزين كل حاجة نلاقيها متاحة يعني عملية أن أنا أستغل الجهد هو ده بقى الفكر اللي أنا عايزين نغيره يعني بمعنى عشان كده لما ييجي رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن يبقى فيه إعلان في هذا اللقاء عن إن أنا حركز على الإنتاج يبقى القضية قضية بقى إيه؟ هتعمل ده إزاي؟ يعني ما هو أنا دلوقتي فيه كلام كتير حلو بيتقال لكن ترجمته إلى واقع هو ده الكويستون مارك الكبير يعني بمعنى أنا هتكلم عشان أنا عندي درسات كتير على التمكين الاقتصادي وعندي تجربة عملية أنا بعمل حضانات كمؤسسة أهلية للمرأة الفقيرة في الصعيد وفي حلوان فأنا ممارسة لهذه التجربة بمعنى شايفة اختيار النشاط ده مشكلة هتختار النشاط على أساسي لازم تختاره في إطار المزايا النسبية المصر عشان يبقى النشاط له عائد اقتصادي فمش مثلا أنا هاجي أدي لكل واحد الفرصة أنه يختار النشاط اللي على مزاجه ممكن ناس قوي تيجي تقولك أنا عايزة اختار النشاط ده بس ما يبقاش اقتصاديا له جدوى وبالتالي هتبتدي هتاخد مبلغ منك وبعدين هتتعصر بعد شوية لا لازم تكون منظم لها يعني عملية ايه إن هي لو أنتجت أو لو أنتج اللي بيستفيد ده يبقى جهده حيوصله الوضع أفضل ويبقى معروف كده أن جهدك حيوصلك الوضع أفضل ممكن مشروعك ده المتناهي الصغر يبتدي يتحول إلى صغير يبتدي يتحول إلى أكبر وهكذا يبقى معرفوا الطريق بتاعه من أول ما بيبدأ مش المشروع بتاعه هو نهاية المطاف ده التمكين الاقتصادي اللي نجح في تجارب دول كثيرة اللي منه فيه ناس بدأوا مشروع متناهي الصغر وأصبحوا مليونيرات لأنهم بيجهدهم واكتهدهم أنا بديهم السكة لكن هم بيجهدهم واكتهدهم بيبتدوا يشتغلوا على كده ويطلعوا فلازم أنا أكون اللي مخطط لهم إنما اللي بيحصل دلوقتي إنه ما فيش التغطيط ده فهو دي المشكلة كبيرة مش على فكرة مش على مستوى بس تكافل وكرامة ده احنا بنتكلم على مستوى رؤية الدولة كلها